بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم مع كنز جديد عظيم من كدوس السنة لأنه أكثر الناس الفضل العظيم لقراءة سورة البقرة وسورة آل عمران في ليلة الجمعة أو في أي ليلة لكن أفضل الليالي هي ليلة الجمعة أخرج الإمام الأصبهاني عن عبدالواحد ابن أيمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة البقرة وآل عمران في ليلة الجمعة كان له الأجر كما بين لبيدا وعروبة فروي هذا الحديث محمد بن أبي سعيد فمحمد بن أبي سعيد رحمه الله قال لبيدا المعلماء قالوا لبيدا هي سابع أرض وعروبة السماء السابعة نقوي هذا الحديث كلام وهب بن منبه وهب بن منبه من كبار علماء التابعين كما قلت لحظاتكم قبل ذلك ما يقوله التابعون من الطبقة العليا من سادة التابعين أو كبار التابعين يقول له حكم الرافع إلى رسول صلى الله عليه وسلم لهم رأوا الصحابة وعصروا الصحابة وتربوا على أيدي الصحابة وأخذوا العلم من الصحابة فيكون له حكم الرافع إلى نبي صلى الله عليه وسلم فوهب ابن ممبي رحمه الله قال من قرأ ليلة الجمعة سورة البقرة سورة البقرة وآل عمران كان له نور ما بين غريبا عريبة وعجيبة عريبة العرش عريبة نارش وعجيبة أسفل الأرضين كان له نور يعني نور يملك خيامة يعني يؤيد ذلك الذي يقرأ الكهف في ليلة الجمعة كان له من النور زي ما قلت غابل ذلك كان له نور أبيان ما بينه بين بكة يعني من بيته البكة وفي رواية تانية كان له نور من إخمص قدمه إلى عنان السماء فالكلام ده في سورة الكهف في ليلة الجمعة في إذن هنا اللي بيقرأ البقرة وآل عمران ليلة الجمعة وفي بقى رواية تانية في أي ليلة له نور من أسفل الأرضين إلى السماء السبعة وفي رواية إلى العرش لأن الرسول قال من لبيدة وعروبة لبيدة وعروبة فقال محمد عريبة العرش وعجيبة أسفل الأرضين وأخرج الإمام الطبراني والبيهقي من حديث عمر بن الخطار قال من قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ليلة كتبة من القانتين بس هنا بقى سيدنا عمران بيقول البقرة وآل عمران والنساء وأنا أحتسب على الله البقرة وآل عمران بس يعني حتى لو أرى البقرة وآل عمران بس هيكتب عند الله سبحانه وتعالى من القانتين ودي من قابة تانية لهديث سنة فإذا قرأت البقرة في كل ليلة بقياساً لهذه الحديث سمعها سورة آل عمران سنة وثبابها عظيم سنة وثبابها عظيم فخاصة في ليلة الجمعة الدليل الثالث أو الحديث الثالث من حديث يزيد بن أسود القرش يزيد بن أسود من كبار التابعين أو مساد التابعين أيضاً قال من قرأ البقرة في ليلة برئة من النفاق في المساء حتى يصبح ومن قرأهما في الصباح برئة من النفاق حتى تمسي وكان سيدنا يزيد بن الأسود الجرشي ومن كبار التابعين بيقرأهما مع وردهم من القرآن كان لهم ورد سابت من القرآن كل يوم وكان بيقرأ معهم البكر آل عمران منقبة رابعة بس دي صعبة ما حدش قليل جداً من الناس اللي يادر أعملها اللي بيقرأ البقرة آل عمران في رقعتين في رقعة عاصل ياسف ثم يأسأل الله شيئاً أعطاه الله مساءل أي شيء تسأله لو أنت قرأت في رقعة البقرة آل عمران أنت سألت الله سبحانه وتعالى شيئاً أعطاه الله سبحانه وتعالى مساءل وده من حديث سيدنا أبي ذار الغفاري أبي ذار الغفاري يقول ليس من عبد يقرأ البقرة آل عمران في رقعة ثم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله مساءل وأيضاً أخرج حميد ابن زونجوي رحمه الله وهو من المحدثين من حديث حميد الشامي وضعه عنهم التابعين قال من قرأ في ليلة في ليلة البقرة آل عمران كان له أجره من لبيدا كان له الأجر ما بين لبيدا وعروبة لبيد نحن قلنا سبع أرض وعروبة العرش نور نور ففي ناس بعض الناس أو ربما كثير من الناس بيقرأ البقرة في كل ليلة ظن أنها لها بركة عظيمة وضف إلى قراءة البقرة آل عمران فلو تقدر تقرأ البقرة على المام كل ليلة ما تقدرش على آل كل يوم جمعة في ليلة كل جمعة تعطيك نوراً عظيماً يوم القيامة فضلاً عن صرات قراءة صوت الكاف فضلاً عن قراءة صوت الكاف فكلنا نتمنى ونور عظيم معناه نور عظيم يعني معناه معناه أنك تمر على صراتك البرق وتقوم السابقين إلى الجنة وتقوم الأهل في الدوس الأعلى فهي سنة عظيمة جداً سببها عظيمة جداً فيا ريت نواصب على هذه السنة وهي سنة مهجورة لا يعلمه أكثر الناس لا يعلم هذه السنة أكثر الناس فيا ريت كلنا يعني حتى كثير من العلماء أو الشيوخ لم يتطلعوا على هذه الحديث ونواصب من ما أقول لذلك يا ريت كلنا نحاول نحي هذه السنة يقرأ البقر على العلمان لو تداش كل ليلة يبقى على الأقل في ليلة الجمعة حتى تعطى نوراً عظيماً يوم القيامة فضلاً على النور التي تأخذه من قراءة سورة الكاف أنا أكتب لكم كلام ده في الوصف انساقوا هذا الكلام وشون الشهادة العلمي فيه ثواماً عظيماً نعلم علماً في النوع أجر من عمل بيوم القيامة لا تنسوا تفعيل الجرس والاشتراك في قناة ليصلكم كل جديد وتساعدوني على سنة نوية قولوا قولوا هذا استخفى الله لذلك